موسيقى سالي تومون جساركم وزاني بيان محبوب بكم فيديو جديد ان شاء الله نلقاكم كل طاقة إيجابية يا ربي لما برنا نتقطع معكم واحد لاقصات اسميتها كنافة اللي كتعجب الكبار الصغار بالكريمة ونضع المقادر وهاته معي كما نبدأ الكنافة نحتاج 500 غرام الكنافة اللي غادي تقدروا تلقاوها في مرجان او البنج ديع او درب سلطان عندي هنا واحد الكسع الزبدة لذي انا دوبت كما نحضر الكريمة غادي نحتاج الرابعة الحليب غادي نحتاج المص هاد نيس المحلة عندي هنا واحد معلقة كبيرة ديالسكر سانيدة عندي معلقة كبيرة ديالناشو عندي هنا الكريم تشيز او لا تقدروا تعوضوه طبيعي او لا تقدروا تعوضوه واحد السادي الكريات بالنسبة للسيغو ديالنا سنحتاج واحد الكسع سانيدة جوش كيسان ديال لما واحد نصف حمدة للي عصرتها سنكون افئة لكي ناجحة لازم تفرتس بحال هاكا أنا نجيبها كي نضيفها في الفريكو لازم تفرتس بحال هاكا كي سهل لازم تفرتس بحال هاكا سنكملها كلها و سنرجع معكم بüss لازم اقري مثالي أصبح فرتس بحال هاكا سنجلب الى علا جن نضيف ملقة كبيرة السكر نضيف ملقة كبيرة نضيف ملقة ثلاغ تسبب المعدوم العناصر تلقي الكريمة العقدات سوف نضيفها ونحيدها من العافية سوف نضيفها نسلة سوف نضيفها غير نصف هذا نضيفها ونحرقها نضيفها كريمة سوف نضيفها سوف نضيفها جدا التي نضيفها سوف نضيفها كسام الماء نضيفها كسبة لأسكار ونضيفها سوف نضيفها نحط نحرك حتى إعقاد لنا بالنسبة للناس الذين يريدون مظهر في عود السيطرون باقدم الناس الذين يوجد مثل البجل في فرط والنعتبر ثم فرطت الكوناف جيدا سأقوم بتزبدة دوت ثم أقوم بتزبدة في الكوناف سأقوم بتزبدة جيدة لذلك الكاسف بـ 125 كم وأنتم معي لطا هذه البيتزا يمكن أن يقوم بتزبدة جيدة سأقوم بتزبدة جيدة نضيف نصف كوناف بالطريقة نضيف نصف كوناف و بالتعب أقوم بتزبدة جيدة لطاها تبقى لطاها عجزة لتضيف لطاها لطاها نحاول كل شي يكون متساوي ستمكن لكم دفوح مع القضية الفاني صغيرة وخالطينا سوف نقوم بخالط كيف يكون من النعقاد فلنقوم بخالط كوهر سوف نقوم بخالط كوب ونقوم بخالط كبور نأخذ الباقي ديال كنافون اللوح وغير هكذا على الطريق نضع الكريمة كلها من بعد ما حتت كل شيء في اللاطة ديالي ندخل اللوح فوق اللي ديالي أنا سخنته على 180 دراجة نضعت الفوق التحت و نضعت الفوق التحت و نضعت الفوق التحت اللي ما عندوش الفوق التحت او لا تقدروا تديروه التحت سكت طيب مزيان و من بعد كتشعل الفوق باش تتحمر من بعد ما حتت الكنافة ديالي في اللوح فوق نضعت الكريمة و نحمره شوية باش نعمله فلا ديكوراسيون بالاخر من بعد نزال نزال me نارمش هذه ياtight قشة قش meal me هذه هي الكنفة من بيت مخرجتها من الأفوغ سوف تسقيوها سوق بلاس بسيرو اللي وجيت معاكم بحلاكة سوف تجعل واحدة تبرد وعدها تقدموها سحاب الراحة إذا سعيد قنافة قمت بعملها بالدكورات من الجناب بحلقة باش فيما تقطعوشي طرف تيجي فيه الكيستاش في الجناب وكتخليوها تبرد 1-4 ساعة ومن بعد تقطعوها وتتقدموها للطيف ديالكم بصحة و الراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نقوم بعمل فوق هالا غلاس هادا غلاس اللي ديجا انا بخطاجيتو معاكم في الفيديو ديال غلاس انا بهالطريقة كتعجبني ان اكلها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة